ربما يتبادل إلى ذهن الناس يقول نحن لماذا نحتاج إلى هذا التكفير وأصلا كل شخص سيرجع إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعني يحاسبه ويضعه في الجنة النار فأنا ما شأني أني أحتاج لموضوع التكفير أصلا نعم هو التكفير كما ذكرت لكم بأنه حكم دنيوي كونه أن مرده إلى الله جل جلاله هذا في سائر الأمور يعني مثلا حتى من زنى عفان الله إياكم أو من عمل عمل قوم لوط عفان الله إياكم أو من سرق عفان الله إياكم من شرب خمرا هذا أيضا ما رده إلى الله لكن الله عز وجل رتب على ذلك عقوبة دنيوية فنحن نفعلها تعبدا لله جل جلاله هذه واحدة ثانيا بأن التكفير يترتب عليه التحذير من القول المكفر أو الفعل المكفر أو التحذير من متابعة الشخص الذي صدر في حقه التكفير بمعنى أنه إذا قيل بأن الشيوعية كفر مثلا الشيوعية كفر في هذه فائدة وهو بيان ما علي هذا المذهب مما يتعارض مع أصول الإسلام ثم تحذير عامة المسلمين من الاغترار بالشعارات التي يرفعونها في باطنها السم الزعاف ترجمة نانسي قنقر